في حلقة اليوم سنتحدث عن زيارة الرسول بولوس لأفاسوس موسيقى أعزائي من منطقة أفاسوس العليا أريد أن أتحدث عن زيارة بولوس إلى هذه المدينة مدينة أفاسوس أنا موجود في منطقة البازيليكا القديمة من أيام الرومان خلف المسرح الموسيقي وأحياناً كان يستخدم للاجتماعات السياسية لأن المنطقة العليا تسمى الأغورا أو المنطقة التي كان يعالجها منها الأمور السياسية لكن سنذهب إلى ساحة الميدان في المنطقة السفلة التي كانت منطقة تجارية أو دينية أيضاً هذه الزيارة زيارة عظيمة لبولوس الرسول واتغيرت ناس كثير رح أتحدث عن هذا الموضوع بعد قليل تابعونا على هذه القناة لمشاهدة رحلة في سفر أعمال الرسول هيا بنا لنكتشف المواقع التاريخية التي بشر فيها الرسول بولس ونكتشف أيضاً أمور عجيبة وقصص رائعة عن الكنيسة الأولى شاهد هذه الحلقات الخاصة من حلقات الكنيسة الأولى رحلة في سفر أعمال الرسول من منطقة أفيسوس العليا أنا في طريقي إلى أفيسوس الوسطى مثل ما شايفين معاي أنا بمر في بوابة هيركوليس هذه البوابة اللي اتخذنا لمكتبة سلسس على الطريق الروماني القديم تعالوا معاي وبينما أبولوس في كورنتوس وصل بولوس إلى أفاسوس بعدما قطع أواسط البلاد فوجد فيها بعض التلاميذ فقال لهم هل نلتم الروح القدس عندما آمنتم؟ قالوا لا ولا سمعنا حتى بوجود الروح القدس فقال وأي معمودية تعمدتم؟ قالوا معمودية يحنى فقال بولوس عمد يحنى معمودية التوبة داعيا للناس إلى الإيمان بالذي يجيء بعده أي بيسوع فلما سمعوا هذا الكلام تعمدوا باسم الرب يسوع ووضع بولوس يديه عليهم فنزل عليهم الروح القدس وأخذوا يتكلمون بلغات غير لغتهم ويتنبؤون وكانوا نحو 12 رجلا ودخل بولوس المجمع فأخذ يتحدث بجرأة عن ملكوت الله مدة ثلاثة أشهر يجادل الحاضرين ويحاول إقناعهم فعاند بعضهم ورفضوا أن يؤمنوا بل تكلموا بالسوء على مذهب الرب عند الجماعة كلها فتركهم بولوس وانفرد بالتلاميذ يحادثهم كل يوم في مدرسة تيرانلوس ودامت هذه الحال مدة سنتين حتى سمع جميع سكان آسيا من يهود ويونانيين كلام الرب أعزائي ما زلنا نقتفي أثارات خطوات الرسول بولوس في زيارته إلى أهل أفسوس كنت في المنطقة العليا من أفسوس نزولا في الطريق الرئيسي إلى هذه البلدة أفسوس كانت تعتبر من أهم المدن في آسيا الصغرى في أيام الرسول بولوس لها تاريخ عريق وطويل من أيام اليونانيين وطبعا الشيء الأهم من أيام الرومان ولسيما زيارة بولوس إلى هذه المنطقة أفسوس كانت تعتبر العاصمة عدد سكانها كان يزيد عن المتين ألف شخص كانت تعتبر سوق آسيا كانت تعتبر البنك اللي بيدعم كل آسيا كانت تعتبر الخزانة لعدة أسباب السبب الأول لأنها مدينة تجارية طبعا الميناء موجود بقرب هذا المكان وهذا اندل على شيء بدل أنه كانت السفن تأتي من كل أنحاء العالم إلى هذه المنطقة عدا عن ذلك الطقس جميل وأيضا المنطقة خصبة ومنطقة زراعية فكثرت فيها التجارة في هذا المكان سبب آخر كانت مدينة سياسية طبعا في أفسوس كانوا يهتموا في كل الأمور المدنية في هذا المكان تستطيع أن ترى أعمدة وبيوت من الجهة الأخرى بيوت الرومان اللي كانوا يسكنوا في هذا المكان طبعا الحاكم الروماني كان يأتي من فترة إلى فترة لكي يعتني في بعض القضايا السياسية أو المدنية ولكي يمارس العدالة الرومانية في هذا المكان ثم أيضا شهرتها كانت مدينة رياضية فطبعا اللي كان يفوز أو يعلن عن ألعاب رياضية كانت لأي بلد تعتبر شرف وامتياز في ذاك الوقت فكانت أفسوس مدينة رياضية اليوم تستطيع أن ترى مسرح بيسع 24 ألف شخص وإن دال على شيء كانت جماهير وجموع كثيرة تأتي إلى هذا المكان أيضا كانت مدينة تعتبر مركز للسحر والعرافة كل أنواع العرافة والتعويذ كانوا يأتون من كل البلاد لكي يشتروا أحجباء وتعويذ تساعد الناس في الحظ تساعد العاقر على الولادة تساعد على الشخص الغير سعيد يكون سعيد أو اللي بتخلفش تخلف وهكذا كل أنواع السحر والعرافة كانت تمارس في هذه المنطقة أيضا شهرتها أفسوس أنها كانت مدينة دينية فانتشرت المعابد في كل مكان بالواقع تستطيع أن ترى الأصنام والتمثيل في كل أنحاء المدينة هذه الأصنام بتعبر أنه كانت مدينة دينية كثرت فيها العبادات من أيام اليونانيين وأيام الرومان حتى بنوا معبدين لألهة المصريين حتى يجتذبوا السياح والتجار المصريين في هذه المنطقة عادة أنه كانت مركز للعبادات الوثنية والهرتقات والبدع حتى في أيام الرسول بولوس بدعت الغنصيين وبدعت المهودين إلى آخره لكن أكثر شيء بتتميز فيه هذه المدينة هي عبادة الإلهة أرطميس أرطميس الكلمة اليونانية لكن ديانة هي الكلمة الرومانية الرومانية فكانوا من كل البلاد يأتوا ليعبدوا هذه الإلهة أنا موجود في منطقة أفيسوس الوسطى وراي المكتبة الشهيرة مكتبة سلسس تعتبر المكتبة الثالثة في العالم أنا ذاك المكتبة الأولى كانت في الإسكندرية المكتبة الثانية كانت في برغاموس وهذه المكتبة الثالثة في منطقة أفيسوس وتستطيع أن ترى بوابة قديمة هذه البوابة بوابة مزوس مترديتس التي تقود إلى الأغورا إلى المنطقة ساحة الميدان العام المنطقة التجارية وطبعا هذا الطريق الرخام يقود إلى طريق الرخام الميناء الذي يوصل المدينة بهذا الميناء أعزائي سأواصل حديث عن هذا الموضوع إن المكتبات الكثيرة هنا التي حرقت لكن الكتاب الوحيد والأعظم الكتاب المقدس ما زال يمتد أطلال مدينة أفاسوس من بين تلك الاكتشافات الهامة معبد أرطميس وهو يعد أحد عجائب الدنيا السبب وقت إن كان الرسول بولوس يقتن هنا كان المعبد يعد أطخم صرح في العصر اليوناني القديم فكان حجمه 55 في 115 مترا وبالقرب من هذا المكان الأثري كانت توجد بازيليكا القديس يوحنى ويقول التقليد أن القديس يوحنى أمضى السنوات الأخيرة من حياته في هذا المكان وبعد وفاته تم بناء مزال له فوق القبر كان الطريق الرئيسي الذي يمر بوسط مدينة أفاسوس يطلق عليه شارع كوريتس وكان سوق المدينة وقت الرسول بولوس يمثل مركز الحياة المدنية فكان يضم المكاتب الحكومية والأضرحة الإمبراطورية التي كانت تصطف على جانبي هذا الطريق العام الرئيسي أعزائي عندما جاء بولوس الرسول إلى منطقة أفاسوس تقابل في الأول مع مجموعة من تلميذ يحنى المعمدان اللي آمنوا بمعمودية يحنى لكنهم لم يعرفوا يسوع بشرهن بيسوع وعمدهن وامتلأوا بقوة الروح القدس بعدها بولوس ذهب ليتكلم بمجمع اليهود مكتوب أنه كان ثلاث شهور يحاج ويقنع اليهود بالأمور المختصة بملكوت الله وكأنه يريد أن يقول أن ملكوت الله ليس مجرد في المستقبل لكن ملكوت الله جاء بواسطة المسيح ملكوت الله داخلكم هذا الملكوت يبتدأ بتتويج المسيح ربا وملكا على القلب والكيان والحياة لفترة ثلاث شهور كان يعلم وكان يتكلم في مجمع اليهود لكنه واجه رفض واجه عناد شديد ورفض لكلمة الله عندما ابتدأ يجاهر شاف في مقاومة من اليهود هذه المقاومة حدثت في منطقة أفيسوس كانوا يتقسون مكتوب شاتمين الطريق أيضا كلمة يتقسون يعني حتى بالفكر ابتدأوا يتقسوا وبالفعل ابتدأوا يخدوا بطريقة فعلية أنه رفضوا الكلمة بالكامل لكن عرف بولوس الرسول أنه دعوته هي من الرب والتوقيت هو توقيت إلهي والخطة هي خطة إلهية والرسالة هي رسالة إلهية لكن كان دايما يبتدأ بمجمع اليهود لأنه عندهم خلفية عن الكتاب المقدس ثم ابتدأ يتكلم للأمم مكتوب أنه استأجر مدرسة لتيرانيوس هذه المدرسة استأجرها لسنتين تيرانيوس على ما يبدو أنه كان شخص فليسوف ومثقف لأنه اكتشفوا مخطوطات في هذه الأيام أنه بالفعل في شخص اسمه تيرانيوس وبالفعل أنه كان مثقف وكان يعلم كان عنده مدرسة استأجر بولوس الرسول لهذه المدرسة كان يعلم في نصف النهار لأنه طبعا بالصيف حر شديد الصبح كان تيرانيوس يعلم وبعد الظهر لكن بولوس كان يعلم بين الساعة 11 للساعة 4 في عز الظهر والشيء الغريب حتى كلمة تيرانيوس تعني تيرانت أو طاغية أو الشخص العنيد أو المقاوم لكن مع كل هذا المدرسة أصبحت بركة وأصبحت كنيسة وأصبح اجتماع عظيم لأنه مكتوب سمع كلمة الرب جميع الساكنين في آسيا من يهود ويونانيين تصور ما كانش فيه أي وسائل إعلام لكن سمعوا كلمة الرب كانوا يأتوا لأنه روح الله موجود في هذا المكان ومكتوب أيضا أن الله يؤكد بل يثبت بل يدعم كلمته بالآيات التابعة أي بالآيات والمعجزات هذه المدينة مدينة أفسوس رأت أعظم معجزات المسيح بل رأت من أعظم النهضات اللي سجلها العهد الجريد بكتوب سمع كلمة رب جميع الساكنين في آسيا ماذا حدث؟ لأن كلمة الله قوية ابتدأت تغير الناس ومع كلمة الله أيضا قوة الله ابتدأت تظهر مكتوب كان الله يصنع على يدي بولوس آيات غير معتادة آيات عظيمة من شفاء ومعجزات كانوا يأتون بالمآزر يضعونها على جسد بولوس الرسول فكانت تشفى من الأمراض وكانت الأرواح الشريرة تخرج بسبب قوة الكلمة بسبب شهادة بل كرازة بولوس الرسول ماذا فعلت كلمة الله في آسيا؟ عدة أمور أولا شافوا قوة الله معجزة الله أن هذا الكلام ليس مجرد كلام بل مدعم بمصداقية إلهية قوة إلهية هي قوة الروح القدس فرأوا معجزات وعجائب في هذا المكان ثم بنفس الإصحاح مكتوب وقع خوف على الجميع لأنه شافوا أمور غير معتادة مع أنه هاي بلد دينية لكن شافوا شيء أعظم من الأمور اللي اعتادوا أنه شفوها شافوا أنه عمل الله قوة الله بتمتد فوقع خوف على الجميع مكتوب كان اسم الرب يتعظم أي يتعظم على كل الآلهة ولسيما الإلهة أرطميس اللي كانت الناس تعبدها في هذا المكان في هذا المكان استطاع بولوس من خلال الكرازي أن يدمر مركز السحر والعرافة بعض اليهود حاولوا أنه يستخدموا اسم بولوس وبهذا الاسم يخرجوا الأرواح الشريرة كان المعتاد في هذا المكان لأنه كانت مركز للسحر أنه أحيانا يخرجوا نوع من التعويذ أو الحجابات بسحر أقوى فظنوا أنه اسم يسوع اللي كان يتكلم عنه بولوس بطريقة طبعا شعوذة وبطريقة سلبية أنه ممكن يجيب ربح لإلهن فسرعان ما اكتشفوا خيبة الأمل الأرواح الشريرة هجمت عليهم وجرحتهم وعرتهم وهذه الأرواح أحبائي أخرجت بقوة كلمة الله شو النتيجة؟ اتدمر كل مركز السحر كانوا يأتون بالكتب والتعويذ والعرافة وكل الأسحار ووضعوها عند أقدام التلاميذ وحرقوها كان مكتوب سعرها خمسين ألف من الفضة أي خسارة عظيمة جدا هذا اندل على شيء بالدل على قوة امتداد الإنجيل فدمر مركز السحر والعرافة في هذا المكان ثم يقول الكتاب هكذا كانت تنمو كلمة الله وتمتد يعني كانت تأخذ مواقع وتنتصر كانت الناس تأتي مقرين ومخبرين بأفعالهم كان يقروا أنهم خطاء ومحتاجين إلى نعمة بل خلاص المسيح يسوع وكان الله يجري على يد بولوس معجزات عجيبة حتى صار الناس يأخذون إلى مرضاهم ما لامس جسده من مناديل أو مآزر فتزول الأمراض عنهم وتخرج الأرواح الشريرة وحاول بعض اليهود المتجولين الذين يطردون الأرواح الشريرة أن يستخدموا اسم الرب يسوع فكانوا يقولون للأرواح الشريرة آمرك باسم يسوع الذي يبشر به بولوس وكان لأحد رؤساء كهنة اليهود واسمه سكاوة سبعة أبناء يحترفون هذه الحرفة فأجابهم الروح الشرير أنا أعرف يسوع وأعلم من هو بولوس أما أنتم فمن تكونون فهجم عليهم الرجل الذي فيه الروح الشرير وتمكن منهم كلهم وغلبهم فهربوا من البيت غراتا مجرحين فسمع أهل أفاسوس كلهم من يهود ويونانيين بهذه الحادثة فملأهم الخوف وتعظم اسم الرب يسوع بعد الانتصار العظيم لبولوس الرسول في منطقة أفاسوس كان عليه أن يرجع إلى أورشاليم حتى يختصر الوقت أن يرجع مرة أخرى لأفاسوس كان موجود في ميليتوس فاستدعى القواد الخدام والقصص والشيوخ كل قواد الكنيسة حتى يخطب للقواد ولربما تكون آخر مرة في حياته أنه بشوف هؤلاء الناس فمن ميليتوس استدعى قصوص أفاسوس وابتدأ يخطب لهم في هذه الخطبة راجع معهم عدة أمور راجع معهم الماضي ناقش الحاضر وحذر طبعا من أمور ستحدث في المستقبل راجع معهم الماضي أراد أن يظهر لهم دوافع الخدمة الحقيقية بولوس كان يخدم لأنه كان بحب الله كان مكرس للرب ولم يخدم لأسباب مادية ولا مطامع أنانية ولا لأي هدف أخرى لكن الرب كان في حياة بولوس أولا ثم من خلال حديثه علمهم عن أسلوب الخدمة الأسلوب كان دايما منسجم في حياة بولوس أنه علم وعمل فكان شهادة حية وكان يخدم بطواضع وبدموع كثيرة كان يصلي من أجل شعب أفسوس ثم تحدث عن رسالة الخدمة في هذه الرسالة قال لهم أنه لم يؤخر شيء من الفوائد لكن حدثهم بكل مشورة الله أي رسالة الخلاص بالكامل ما خلاش ما خباش أي شيء خبرهن بكل التعليم كل مكان يملك بولوس من معلومات خبر القصوص والمعلمات اللي عنده ما أخرهنش أعطاهن للناس الآخرين هذا أسلوب جميل جدا ورسالة واضحة في خدمة الرسول بولوس شيء آخر مش بس أعلم عن أسلوب الخدمة ورسالته في الخدمة لكن بشوف أعظم آية اللي بتلخص حياة بولوس الرسول قال في إصحاح 20 آية 24 ولكنني لست محتسبا لشيء ولكنني لست أحتسب لشيء ولنفسي ثمينة عندي حتى أتمم بفرح سعي والخدمة التي أخدتها من الرب لأشهد ببشارة نعمة الله فواضح هذه الآية هي بتلخص خدمة وحياة بولوس الرسول فمن خلال هذه الآية نرى عدة صور بولوس تكلم عنها أول صورة رأى نفسه كمحاسب لست أحتسب لشيء فالحسب الأولى حسمها أنه يسوع هو الأولوي الأولى في حياة بولوس الرسول ثم رأى نفسه أيضا كرياضة حتى أتمم بفرح سعي وهم يتحدث عن صفة الرياضة شاف نفسه رياضة أنه لازم يصل للهدف المنشود أي يصل حتى يأخذ الجائزة أو التاج ثم أيضا يشبه نفسه هون بوكيل أي الوكالة كان أمين في دعوته خدم بكل أمانة ثم أيضا شاف نفسه كشاهد لأشهد ببشارة نعمة الله فشاف نفسه لأنه هو اللي شاف الرب المقام فعليه أنه يتكلم برسالة حية بمصداقية أنه رأى الرب المقام فأراد أن يشهد بحياته وتعليمه عن الرب يسوع المسيح ثم أيضا شاف نفسه مبشر لأشهد ببشارة نعمة الله البشارة تعني الأخبار الصارة عن النعمة عطية الله المجانية التي لا نستحقها هذه البشارة هي الأخبار الصارة أي أنه الشخص الأول اللي لازم يخبر الناس المحتاجة أنه تسمع أخبار الخلاص وأخبار الحياة الأبدية ثم أيضا نظر أو رأى نفسه أنه حارس على برج عالي وهذا الحارس هو الذي يحذر من أمور في المستقبل عندما قال إني بريء أشهدكم أني بريء من دم الجميع حذر أيضا من أمور مستقبلية حذر عن كذبة من الداخل وعن هجومات من الخارج وبيصفهم ذئاب خاطفة رح تيجي في وسطكو وهذه الذئاب ترمز إلى التعاليم الضالة والمزيفة اللي رح تجتاح هذه المنطقة لأنه أفسوس كانت معروف مهد البدع والهرتقات في هذا المكان فحذرهم أنه يثبتوا في الإيمان ويكونوا مستعدين لمجيء الرب وأنه يثبتوا بنعمة الله وينموا في كلمة الله فحذرهم من المستقبل من السهل أنه الإنسان يتناسى هذا الموضوع شو المشكلة في حياة الخدام حياة اللامبلاء أو الحياة السطحية أو الطمع والأنانية أو حياة الكسل والتراخي والأنانية اللي في حياتنا فحذر من هذه الأمور وعلى فكرة أفسوس كانت من أعظم مدينة حذر أيضا الرسول يحنى عندما جاء وعاش في أفسوس أيضا حذر كنيسة أفسوس في سفر الرؤية وقال أخاف عليكم أنه تركتوا محبتكم الأولى فحذرهم من المحبة الفاتر المحبة الباردة وللأسف الشديد بعد فترة زمنية أنه نسيت المحبة الملتهبة واليوم مثل ما بتشوفوا أفسوس أكوام من الحجارة تمت نبوة بولوس وتم تعليم الرسول يحنى أنه تكلم بالفعل أنه كلمة الله عملت أمور عظيمة كنائسة بنات لكن زلزال عظيم اشتاح هذه المنطقة واليوم نسبة المسيحيين ضئيلة جدا في هذه المكان طبعا أعظم كتاب اللي بيثبت هو كتاب الله مثل ما شايفين هذه كانت أعظم مكتبة في العالم القديم للرومان في آسيا في أفسوس فالكتاب المقدس هو أعظم كتاب اللي بيحذرنا أنه ننتبه ما نكون متراخين أو طمعين أو نانيين لكن نفتح قلوبنا لبشارة ونعمة الله أيضا من المسرح الروماني أنا موجود على الطريق القديم يسمى طريق الميناء الذي يربط ميناء أفسوس القديم مع أفسوس القديمة لكن ابتدأ هذا الميناء يتراجع عند جفاف نهر الكايشتر وأيضا مدينة أفسوس ابتدأت بالتراجع بنو أفسوس العليا أعزائي زيارة بولوس الرسول كانت زيارة ناجحة في منطقة أفسوس لأنه اتدمر فيها مركز العبادة الوثنية وقوة السحر والعرافة وانتصرت كلمة الله في كل مكان وتأسست كنائس في هذه المدينة السؤال بأي قوة فعل الرسول بولوس طبعا بقوة الرب يسوع المسيح المقام وقوة الروح القدس الساكنة في داخله إن الإنجيل لم يمتهي ما زال يمتد إلى الأمام ففي أي منطقة فيها بشارة الإنجيل فيها حرية من العبودية فيها حرية من الأرواح الشريرة فيها شفاء وفيها خلاص للنفس وفيها أيضا حياة أبدية لربما أنت تشاهد هذه الحلقة أنت تحتاج إلى تحرير مستعبد بالتعويذ أو الحجبات أو الكتبات لأي سبب آخر التجئ إلى يسوع المسيح فهو الذي يحمي وهو الذي يغفر وهو الذي يطهر أيضا وهو الذي يعطيك الحياة الأبدية نعم إن المكتبات الكثيرة هنا التي حرقت لكن الكتاب الوحيد والأعظم الكتاب المقدس ما زال يمتد ما زال ينتشر افتح قلبك ليسوع المسيح اقرأ في كلمة الله وأنا متأكد أن الرب رح يتعامل مع حياتك حتى أسمع منك إلى اللقاء والرب يباركك في الحلقة القادمة من برنامج رحلة الكنيسة الأولى سوف نتحدث عن محاكمة الرسول بولوس في قيصرية هل لديك سؤال أو تعليق على حلقة اليوم؟ هل تريد الحصول على مديد من المعلومات عن الحقائق التي شاهدتها؟ لا تتردد في الاتصال بنا على كما يمكنك الاتصال أيضا تليفونيا على 001-905-335-1534 أو من داخل مصر أو من شمال أمريكا أو 1-800-280-3288 أو